السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ سنة العابعة ابتدائي صارتكم كامل بخير اليوم اعزائي تلاميذ يبتلكم اختبار هو اختبار يعني رقم 2 مدلنا السجل لولده في السجل الدوزيان في مادة اللغة الفرنسية للفصل الثالث قلنا نبدأ هذا الفيديو اعزائي تلاميذ تنسوش تدعموني باعجاباتكم تشتركوا بالقناة وتضغطوا على زر الجرس بش يوصلكم كل جديد وهذا دائما فضلا وليس امرا هاي نبدأوا على ب یسين اي 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 او روكات للماء mais malheureusement le sou est cassé elle est inutile dit sa grand-mère demain je tachèterai un nouveau sou وش معناها قالك à la plage في البحر ياسين est à la plage ياسين راهو في البحر avec sa grand-mère يعني معا جداتو et ses cousins ولا دعم il ne veut pas se baigner ما راهو شحاب يعني il رح يعم il préfère ramasser des cailloux يعني راهو يفضل لم هدوك l'achzare سغار هدوك et construire un château de sable يعني construire un château de sable معناها sur l'قصر par raml mais malheureusement le sou est cassé le sou هو le del قالك للخ يعني c'est dommage il est inutile يعني 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 dit sa grand-mère يعني يعني je t'achèterai un nouveau sou يعني 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 Malheureusement, le sou est cassé. Elle est inutile, dit sa grand-mère, de m'achèterer un nouveau sou. Compréhension de l'écrit. نرحو دوكا Les questions. قلق وي ياسين وي رح ياسين ياسين اي ياسين رحو في ون رح قلق الا بلاج ياسين اتا لاج ياسين رحو في البحر ياسين اي ياسين وي رح ياسين رحو في البحر ياسين رح علي lle تwość هذه kestitions تلق واحد دوكا يساعدوا الكلمات المطابقة يساعدوا solution يقول كيف ياسين رحول يعني كيف قلق ياسين رحل ياسين رحل يوسف اقو يوسف اقو يوسف اقو يوسف اقو يوسف اقو يعني يفضل أن يجمع ويفضل يبني قصر من الرمل قالك ياسين ياسين ما روش حبيعون سبني يعني جوي جوي معناها يلعب ناجي معناها يسبح سدوشي معناها يستحم سبني معناها يسبح يعم هذه الإجابة الصحيحة قالك اختر الإجابة الصحيحة قالك يعني يعني عاود نلقى الإجابة الصحيحة نخترنا ناجي لنذهب لسؤال رابع دون لو كنت خرق دو مو إنوتيل يعني ضد كلمة إنيتيل 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 معناها غير مهم عيسى بمهم دون كنجركم تلاحظو كاين إنيتيل إي و الإن هدو سندي بريفيكس يعني يساعدونا بش ندد ضد تلكلمة لك روحوا نحو هدو بريفيكس يقول لدي عندنا إيتيل إيتيل معناها مهم إيتيل غير مهم إيتيل مهم قالك مي على فرم أفرماتيب يعني ضع في la فرم أفرماتيب بتلكم في الأكزام أو سجل اللي قبلو كيفاش نحولو جملة من la فرم أفرماتيب من النيغاتيب ودوكا لو كنت خرق دوكا العكس كيفاش نحولو جملة من la فرم نيغاتيب يعني جملة منفية نحولوها إلى جملة عادية أو جملة توكيدية دوكا نخليكم رابط هدك الموضوع حسن دوك الوصف شوفوه الموضوع التحاني يعني يبقى تليفيزيو ماكبش تعرفو فقط بوصدقاتكم في الإكزام ممسي ممسي يتبعو معايا دوكا في الاختيبار و بالك مش حيطح نفس الموضوع يدرتو لكم أنا بالصح للمام فمد كسجون رحيطح لكم شي سؤال نفسو برك تبدل جملة السؤال مرح يجيبو لكم سؤال مرفاضة مل اسباس رح يبدو لكم سؤال كما هجيبو لكاين سأجيبو لكم حاجة ما قريتوهاش بالصح برك يبدو يبدو لكم الجملة تم انتو ماكي تعرفو القاعدة مرسي يبدو لك الجملة يبدو لك وش حب ما راح تجيك صحيبة مش حتتتلف لك تمت تعرف الإجابة بس كدرت دي سو جي مقبل على بيها يقول لك ملح في سيزيام ولا في البرام ولا في لعبك دي دي سو جي على ون تدرب بروحك بش كيمدلك سو جي في المدلك سو جي دك زامن هدك ما راح تتلف لك ورح تجيك شل عندك دايجا وعرف كيف هدوك الأسئلة شفتهم مقبل برك يبدو لك برك الجملة نكن كنتو ما سي يدربو سي يدربو دي شو جي حلو وشف الإختبار ان شاء الله تجيبو دي بروح دي قل لك مي على فرم افرماتي نضع في الجملة التوخيدية هنا وش قل لك ياسين نو فا سبني ياسين ما راح حبي عم دوك هدي جملة منفية ياسين ما حفش دي الحاجة ما كاش منصراج دي الحاجة دوك ياسين نو فا سبني وش نديرو حني بش نحول الجملة افرماتي جملة الافرماتي نحول الافرماتي وش نوح نديرو نروح نزيدو نو و با دوك العكس بش نحول افرماتي بش نحول نروح نحول هدي نو و با سهلا وش تقول ياسين ف سبني ياسين حبي عم هدا مكان لاكس كي مدلكم افرماتي روح ديرو نو و با مور الفعل تيم تدلكم النيكاتي وتحول الافرماتي مروح ونحول هدي كلبا هدا وش فيها قل لك هنا مي او بري يعني ضاح في الجمع النوفو سو قل لك دلو جديد دو نوفو شوفو نوفو ا ا ا ا نوفو سو ا ا ا ا هادو كتلقاو ا ا ا ا ولا ا ا ا ولا ال ا ا ا هادو ا 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 . ، ، يعني انا سا اشتري اهه اشتري اه اشتري اه دلو دديد اشتري يعني في هذا الوقت سوف يمدلكم سوف نركزوا على المستقبل المستقبل في الموضوع الأول لدينا الفربي أدخل أفوقت لكم تحفظوهم في الفيتور وبنسبة الأفعال اللي خلينا علمتكم الطريقة لذلك حدا سهل رحوا في الموضوع الأول لدينا الفتور السابق سهلا جدا لدينا العلمais لدينا الفيتور السابق لدينا الاستمرار ربما نشألها دلو جديد لابروڈيكسيان إكريت وش قلق فهد الوضعية؟ قلق رميه ان أغدر لفخاز سويفانت ارتب هدك الجمال آتية مدنا ياسمينة اي على بيسين ياسمينة رحي في الابيسين مسبح قلق پوي الپاس او توالت اي على دوش تذهب المرحاض و الحمام دابور الان لفخاز سويفانت اولا تنحي الاحذية تحا امفان الافيات ست الو الابيس ترميرها في الماء امسويت في الاخير الواس ماتر او مايو دبان تلبس مايو دبان تحا دنك الاجمال اولا دابور دابور معناها يعني اولا پوي يعني بعد دالك انسويت نفسي بعد دالك امفان في الاخير دونك حاد الولين بينين او مايو دبان او مايو دبان امفان في الاخير لا فييد صوت الو يعني في الاخير البنت يعني تقفز للماء سلامتكم اعزائي سبعتوا معي وهمتوا معي خطوة بخطوة نتلقى انسوالله في عادة جديد واذا لابتكم هاد الابيليو ما نسوش تدعمونا بالاعجباتكم تشتركوا بالقناة وتضغط على زر الدرس بشي بصلكم جديد هذا دائما فضلا وليس امان نتلقى انسوالله في عادة جديد مع السلام اشتركوا في القناة